اشتركوا في القناة ملخصات الخاصة بعنوان التنقل عند الحيوان وفي هذا العنوان لدينا درسين أول درس هو أنماط التنقل عند الحيوان وثاني درس هو سطح ارتكاز الحيوان على الأرض وقبل أن نتطرق إلى سرد هذه الملخصات وإن كنتم لأول مرة تشاهدون قناتنا التعليمية التلميذ المتميز لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الإعجاب وكذلك تفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد وبدون إطالاء لنبدأ بأول درس المتمثل في أنماط التنقل عند الحيوان تنتقل الحيوانات في أوساطها بأنماط مختلفة أي أن الحيوانات تنتقل بطرق مختلفة منها لماشي الركض، القفز، الزحف، الطيران والسباحة وفي هذا الجدول أعطيت لكم مثالا واحدا عن حيوان ينتقل بنماط معين فمثلا المشي لدينا حيوان الكلب، الركض نجد الحصان، القفز لدينا الحيوان الكنجر أما الزحفة أعطيت لكم مثال هو التمساح، الطيران لدينا الحمامة، أما السباحة هناك البطة هذا فيما يخص أول درس، الآن ننتقل إلى ثاني درس سطح ارتكاز الحيوان على الأرض بحيث تصنف الحيوانات حسب طريقة ارتكازها إلى ثلاثة أصنف الصنف الأول هي الحيوانات أخمصية وهي التي ترتكز على راحة أقدامها فكما تشاهدون في هذه الصورة، هذه هي ما يسمى براحة القدم تمشي عليها هذه الحيوانات مثل الدب، الأرنب، والقنفوذ هذه الحيوانات تعتمد على راحة أقدامها فتسمى حيوانات أخمصية ثاني سنف هو حيوانات أصبعية وهي التي ترتكز على أصابع أقدامها كما تشاهدون في هذه الصورة، لدينا أصابع حيوان مثل الحمامة تمشي عليها ومثل هذه الحيوانات، لدينا الكلب، القط، والحمامة، كلها حيوانات أصبعية أخيرا لدينا سنف حيوانات ذات الحوافر وهي التي ترتكز على حوافر أقدامها والحوافر مثل هذه التي تظهر في هذه الصورة وكحيوانات لديكم الجمال الحصان البقرة وكذلك الغزال